السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم في الحلقة 50 من بودكاست جار نتكلم في بودكاست جار عن آخر الأخبار للأنمي والمانجا بالإضافة نتكلم في بعض الأحيان عن بعض ألعاب الفيديو جيمز والبورد جيمز معكم مقدم البودكاست بوخالد ومعاي العضو إسماعيل يهلا ومراحب فيك هلا فيك يا هلا للمنضمين الحديثا للبودكاست بودكاست جار تتكون من أربع فقرات فقرة الدردشة نسول فيها سوال فعامة بعدين فقرة الأخبار بعدين التوصيات وبعدين مشاركاتكم نبلج في فقرة دردشة أرد أمسي عليك بالخير إسماعيل شونك شخباري يا هلا هلا بخالد والله الحمد لله أنت شلونك بشني عنك والله الحمد لله شونك بعد معرض أنمي إكسبو وكمية الأخبار اللي اصطرت منه والله متفاء الخير متفاء الخير بالألميات اللي ياه وليح ما نقول ستوب لأنه في ألميات بعد أكيد أكيد جامب فيستا والمعارض الثانية بس بشكل عام المعرض كان عاجبك ولا؟ لا بالنسبة لي أنا جيد بس مقارنة معرض الإضافة لا معرض الثانية كان وايد أحلى أحسن معرض الثانية كان وايد أحلى عشان شي أقولك ما أحط أنمي إكسبو دايما في المقدمة أخلص كل المؤتمرات أو كل المهرجانات اللي تصير في السنة بعين مقيم نحنين عندنا حدث مابا عندنا جامب فيستا عندنا حدث اللي هو توينميشن بروحها هذا حدث فننطر ونشوف وسويت غير السؤال فاضي المعرض الفترة ماضية أنا لعبت لعبة بس أحس أني صالي ثلاثة سابيع كشوي جايب لعبة ما ودي أزيد لعبة بس والله ودي أتكلم عنها ممكن بس خليها بعيد شوي شو الصدمة بخالد؟ لكن الأهم وأخيرا رواية روح الامبراطور حقدرت أحصلها من براند مبروك 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 ما توقعت يعني ذاك اليوم رحت السوق مع الأهل وفي مكتبة أدني أنها تبيع يروح الامبراطور بس أنا ما رح قبل هالمرة ومو متوفرة عندهم خلصت على فالد شديق يتخلني أروح وأشوف المكتبة ومرة تعرف الواحد صاروا يأسوق ويأل أهل وهذا يتمشش ويروح مكتبة يروح كافر يشغل نفسها يشغل نفسها باللي يقدر تحمل الساعتين هدولي ولا الثلاثة يمشي نفسها فدشيت المكتبة وسألت الموظف قلت لها عندك روح الامبراطور شيء متوفرة أوه زين أخذتها وانصدمت أن أنا عديدها صغيرة رواية هذه كيف أعطيك إياها هني اسماعيل ستقيقة عزيز ومستمع معلش الفوضى اللي صارت هذه هذا كتيب تقريبا يعني أنا بحاول أحط لك الصورة عزيز ومستمع في اليوتيوب مو كبيرة رواية وعليها مدح كبير من ناحية الكتابة يعني كابراندس سندرسون وهذا شجعني صراحة إن شاء الله هذه النية رح أقراها بعد الحلقة هذا تقريبا يوم نبي رايك نبي رايك بالرواية نفسها لا لا إن شاء الله أكيد خدت قبل الفترة وما قدرت أفضي صراحة أني أقراها هذا اللي الفترة ماضية سويتها في شغلة ودي أسولف معاك اسماعيل عنها ودي عزيز المستمع أنك تعطيني رايك فيها شاء الله يكفي موضوع طبعا قبل أن تجي الحلقة قاعد أفكر مرة ترتيجة قبل الحلقة فترة أفكر في شغلات بسيطة وغريبة في موضوع عن الأنميات اللي هو تواصل الحلقات كل الحلقات في الأنمي مرة تصير بالنص أو الثلاث الأول أو الثلاث الأخير في فاصل في الحلقة نفسها الفاصل عادة حركة معينة يسويها البطل ولا أحد أعضاء الطاقم ولا شخصيات وبعض المرات وهذا اللي أنا أقصده بالضبط يكون عبارة عن كرت معلومات أو كمية معلومات أحاول أعرض لكم بالشاشة الآن جدامك صح فالنوعية هذه من الفواصل أنا بالنسبة لي جدا جدا مرحب فيها وأحبها إلى أبعد الحدود ما دلت شرائك فيها والله أنا أتفق معك من ناحية الفواصل هذه تفيد يعني المشاهد وتعالى الفواصل أهم وجودها بالمانجا حط بالك تفيد يعني القارئ والمشاهد معلومات عامة تكون عن الشخصية شخصية الفلن شخصية مثلا البطل البطل صديق البطل وغيرها من المراضي مرات فصيلة الدم حط لك فصيلة الدم يعني أشياء معلومات عامة ومعلومات عادي تكون معلومات خاصة بعض المرات بعض المرات تكون معلومات يعني إلى حد ما مو ذات أهمية بس أنا ليش بالنسبة لي أحبهم لأن أي واحد يحط هذه المعلومات في حلقاته أي كاتف أحس أنه تعبان على قصته فيه تفاصيل باذلها في القصة طبعا ما هو شيء أساسي أنك تحط بس أحس أنه بطريقة أو بأخرى قاعد يربطني في العالم الخيالي اللي هو صنعه صحيح صحيح أنه أوه والله فيه فلان طولة كذا تعرف لي طالع كتفك تتخيل نفسك أنت أكثر منه ولا أطول منه فأحس أن الفواصل هذه أنا بالنسبة لي ممتعة وبعض الفواصل هذه تعتبر مهمة لأنها تكون اقتباس من المانقة حيث أن المؤلف وصلها للقارئ مو عن طريق راوي شون بوصلها عن غلاف المانقة أو داخل المانقة نفسها في صفحة ففي الفواصل هنا يحطوني الأمور هذه أنا بالنسبة لي جدا أستمتع فيها حتى لو ما كانت مهمة أحس أنها تعطيني ترفيب طعم طعم تعطيك شيء شعور تحسك على طالع شيء يعني تستفيد منه فيه ارتباط فما أدري عزيزي المستمع والمشاهد رايك بالفواصل هذه خصوصا تكون فيها معلومات حتى لو كانت معلومات غير قيمة هل تحس أنها أوكي في ارتباط بينكم من العمل يزيد ولا لا ما أفرقتوا ياك أنا بالنسبة لي أحس أي مؤلف يحطها قاعد يقول لي أحس أنه من بعيد قاعد يا شربيدة أنا تحاول أفضل أني أسوي عالم أحاول أسوي شخصيات أحاول أسوي كذا أستمتع أنا فيهم هل ضروري وجودة مو بكل الأحوال ضروري يعني بعض الأحيان إيه يحس أنه ضروري وجودة القصص أو الروايات أو أيين كانت المانجا تكون الدسمة تحتاجها السؤال يعني مثلا لو نظر بمثال عندك Attack on Titan Attack on Titan من أكثر الأنميات اللي سوى الفواصل هذي كانت الفواصل معلتها يعني مهمة لدردني أنا كنت أقرأ أقعد أو أقف أقرأ شكرا يصير شوف أنا في أنامي ما أدري إذا حط الفواصل هذي ولا لا لأنه قاري مانجا بس أحس أنه يصلح له وأتمنى اللي يمتابعين الأنمي يقولوا لي أنمي كيندم أتفق أتفق أحس أنه شديد لما تحط لك والله الجنرال يحطك يما لقب ماله قدرته اسم سلاحه أو يحط لك قلعة لكي الجندي تحمل أحس التفاصيل هذي تعطيني ارتباط أكثر في العالم أنا ما أتابع أنمي كيندم أنا أقرأ المانجا فما أدري إذا موجود في أنمي كيندم موجود موجود أنا متابع له زين زين ممتع هذي الفاصل تحطي روح للعمل أكثر فمتفقين يعني أنا وياك متفقين كيف سلني سويتها فترة ماضية بعد مبروك لي أنا طبعا خلصت مونستر أوه مبروك خلصناها خلصناها أي والله الأنمي يعني لدرجة أول ما خلصت قاعد صارت مع واحد من شباب مسي بالخير يقول لي من المونستر سألني السؤال هذا طبعا إحنا ما نبي نحرق أنا ما نبي نحرق بس عندي إجابة يعني وهو قال شبه مقنعة أي وسولفنا يعني سولفتوا عنها حتى أنتوا الشباب عن الموضوع تذكر بودكاست شخصية شريرة أنا أشوف كل إنسان فيه بداخله مونستر هذا ما هو حرق هذا أنا كلامي أنا كلام اسماعيل لو ذرة فيه مونستر المونستر هي شخصية شريرة أو البذرة الشريرة اللي فيك اللي هي تفصلك أنت تكون أنت تقدر تتحكم فيها إذا كنت شرير بزيادة نقدر نقول عنك أنه أنت تغيرت شخصيتك من كنت إنسان عادي لي شرير هني لما يقولك استحوذ عليه المونستر تمام وطبعاً الطرف الثاني إذا ما خليتها خليت البذرة تكون نفسها بذرة لأن البذرة هذه ما تنشى الله تمام موجودة هذي أنا أشوف المونستر يعني فلسفي بزيادة أكثر مما هو شخصية يعني ما في شخصية في العمل تقول عننا أن هذا مونستر لا هي فلسفة تأخذها موجودة حتى لو بنقيسها على العالم كله ترى موجود أنا ما رح أتطرق لزيادة حق الموضوع عشان ستصل في حرقي فيها بس يعني أنا أشوف الناس اللي مو شايفة أنصحكم بتشوفونا هذي يعني من الأنيميات اللي وايد أنا استمتعت صح في بط في سيقل شوي في البنيان بس ممتاز ممتاز لا لا رح تعيش عالم يعني تخيل بخالد خلست أنا يوم أنا وينش نداش مانجد تونتيث سنتري بويس على طول فتيان القرن العشرين فتيان القرن العشرين يا أخي شي شي فتيان القرن العشرين بطبيعي لحي ما خلسته ما نقول خلسته بس يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني أنا بادي بهذا لا أنا وكي مبدع أنا وكي أسطورة في مجاله عنده أكثر من يعني فنان بما تحمله كلمة من فنان يعني وهو اللي يكتب القصة وهو اللي يرسمها وهو عازف موسيقى وهو ملحن وهو يعني إن شاء الله مغني بعد صح صح عند ألبوم فمبدع مبدع صراحة فمستوى من الأنميات اللي واقعية جدا إلى حد ما يعني ما في خياله أمور هذي وفي فلسفة ناوكي حب إنه يشرح مصطلح في الفلسفة يشرحها عن طريق المانغا بس حاول أعيز المستمع ومشاهد لا تدقق بالأمور هذي تعال إنك تبي تشوف أنامي واستمتع صح في قصة وفي هكذا يترك موضوع الفلسفة على جنب أخاف إنه واحد يأخذ الموضوع زيادة عن الزوم يبالغ فيها مش كلا ما يسمعون الفلسفة تروح تروح من حذر ثاني ممل أو شي تذي لا 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 إنسى موضوع هذا تعال إنه بالنهاية هذا الأنمي الغرض منه يعطيك متعة ويعطيك ترفيه صحيح في بودكاست جار إحنا عندنا فقرة الدردشة في البداية بعدين فقرة الأخبار وفقرة التوصيات والمشاركات الآن لا بأضيف شغلة جديدة في فقرة الدردشة نهايتها رح نتكلم عن بداية كل موسم يعني حين بداية الصيف الصيف تقريبا حين زالت بعض الأنميات أربع حلقات بعضها ثلاث على حسب يعني فبنتكلم عن الأنميات اللي إحنا بنشوفها أو اللي متوقعين إنها تكون حلوة أربع حلقات مو شرح عن الحلقات ما في حرق بدون تقييم لا لا بدون رائيك يعني رائي بس كان في بالك انطباع معين يعني قبل أن ينزل الأنمي كان في بالك شي نزل الأنمي شرائك في الأنمي هذا الموضوع اللي عندي أول شي بتتكلم عن شنو كانت الأنميات اللي إنت ناوي تتابعها والله أنا أنا بروح Suicide Squad إي شرائك فيه خم بلّ الشي Suicide Squad أنا عطيتها أول انطباعي انطباعي ولي حلقة الأولى ما يازلي في الصراحة كم حلقة شفت منها ستة هونازل ستة نزل شفتهم كلهم أنمي مشوق جيد هذا اللي قدر يقوله هل تحسنت توقعاتك بعد الحلقة الأولى يعني أنت كنت متوقع شي عالي شفت الحلقة الأولى كانت تحبط بعدها ارتفع الرتم أحس أن أنا قاعد يبني بس يبني بدون بدون توجيه يعني ما أدري ما أدري يبني حك شون والضبط فأنا ضايع بس شون بسترمون حلو يعني الحلقة الأولى تفوق عليها بالنسبة لها وهو اي لا تفوق تفوق على حلقة الأولى لا تفوق يعني نقارن بين حلقة السادسة والأولى لا في فرق يعني الرتم قاعد يصع والكنية تكمل يعني أكيد زين القصة باختصار احنا شرح صارت أوضح القصة بالنسبة لك بس بدون حرق أتوقع في شخصية اسمها ماري أتوقع هي رئيسة منظمة وعندها الأشرار اللي هما هارلي كوين وهذا رئيسة منظمة في أمريكا في زمننا الحالي في زمننا الحالي نعم فتأخذ هذين اللي هما منهم هارلي كوين والشارك بيشارك توقع وماري ذاك لأساميهم يعني سامحوني ناس لأساميهم فأتدزهم وين عالم العالم طرع بوابة هي بالأساس أنا ما كنت متوقع أن البوابة هذي انفتحت أول مرة الصدمة أن البوابة موجودة من الزمان اي هذا كله بالحلقة الأولى الحلقة الأولى البوابة اي فأشياء والعالم هذا عالم شنو السيكاي طبعا عالم السيكاي اللي هو متروس في الوحوش والغيلان وويا كان في عالم هذا فيحاولون يستكشفون العالم هذا وعندهم 72 ساعة في طوق برقباتهم إذا ما ردوا ما صار في إشارة في سيكنل إشارة الطوق ينفجر ويموتون فأهو عالم أتوقع مغامرات يعني لازم تبحر فيه مغامرات بس في قصص زين تحس نيس وأعطي وقت أنا صراحة مو في بالي يعني كأنني أبيك تعطيني أنا توصية أكم أشوف أحطها في اللستة أنا ترى ما حطيت في اللستة ولا لينية حطها صراحة أشوف مدام مدام نصيحتي لك أنطر عليه أنا أنا حين خالة خلصة نخلص الأنمي وإذا بوصيك إذا إذا يعني يستاهل 2025 نخلص موسم موسم إن شاء الله عشر داري موسم إن شاء الله عشر راح يكون موهي دسم فإذا تبتشوف وإذا يعني هذا راح أقولك إن شاء الله 2025 تابعة بس حاليا لا بالنسبة لي أنا كنت كان في بالي أتابع أربع أناميات بتتكلم عنهم الأربع بس بتتكلم عن واحد بعدين أعطيك مايك فلصة وأرد آنما ثانية اللي هو لوسف ساموراي هذا كان في بالي شفت شفت يا الله يا الله يا الله على ما نبينا أحرق إحنا بس ما نحرق الرسم يا الله بس خليتكلم نبدأ باختصار شديد في عائلة تحكم اليابان أو قطاعي كبير يحكم جزء كبير من اليابان صار انقلاب عليه داخلي من العساكر اللي عنده واقتلوا العائلة كاملة واقتلوا أهم الموالين حك هذه العائلة البطل اللي هو الولد اللي بطل قصة قدر ينحاش في واحد ساعده وقدر ينحاش فالموضوع كله انه لازم يكون له قوة يعني يعتمد عليهم ناس يجند ناس جدد ويروح يسترد حكم أبوه فالقصة أنا ما رح توقعها أصلا ما رح توصل حك حكم انه يرد حكم أبوه الحين القصة كلها أغلبها في الهروب لأنه اسمها ذا لوسف ساموراي الولد هذا يتميز في ميزة انه صعب انك تقدر تصيده سواء بالقتال أو بالمطاردة الأنمي صراحة إلى الآن أنا مستمتع فيه الدموية والجدية في العمل ما توقعتها جدي بالنسبة لي الأخراج كان جميل الحملاقات كلها يمكن ما عجبني شيء واحد اللي هو بعض الأحيان في بعض الشخصيات حين يسوون عليها زوم يعني حين يقربون الكاميرا تصير وجهة كبيرة شوي لحد ما بعض توقعها طابعة الطابعة الكاميدي اللي عندهم هما بس لي قصد أن مرات يتوفقون فيها قاعد أضحك مرات أحسنها زادت خلاص كل شوي قاعد حطي ووجه قاعد يكبر ووجه قاعد يكبر خلاص زادت بس بشكل عام مستمتع بالانمي وانصح بالانمي إلى ثلاث حلقات تابعتهم وفي عندهم فكرة أن شون الواحد وجه يقلب في تغير أنه شيطان يصير يعني هذا كله كله تبع الإخراج فالإخراج في العمل أنا استمتعت فيه صراحة وأنصح فيه لوسف سامراي إيه أنصح فيه على الأقل أول ثلاث حلقات أنا تعبعتهم استمتعت في الانمي هذا على أن الولد دائما يهرب لأنه فيه قتال راح يصير راح يمسك السيف ويبلش وهو يقاتل ما أدري شون شفت بعد إسماعيل طال عمري أنا بديت شفت الأنمي مكمل ثلاث حلقات اسمه تاسو كيتسو الأنمي اللي اللي قلت لك عننا أن يدشون لعبة طبعا تفتح لهم شاشة أوكي السؤال هو السؤال يا يس أو نو طبعا عزيز المستمع إذا كنت بس تسمعنا كل الأنميات راح نحط بوستراتها في حلقة اليوتيوب وأسمعها بالإنجليز وبالياباني طبعا يسألك سؤال يس أو نو من جوابك راح يا تعيش أشياء تموت أوكي الصيد مام أول حلقة ونصدامت أنا أول حلقة قلت شنو هذا شنو هذا الأنمي اللي ذبح لي كل الشخصيات زين فعطاني طابع طبعا كمل والأنيمي طبعا غموض وفيها شوية من المغامرات كلش ما فيها كاميدي مو كاميدي فأنصحكم تشوفون من الأنميات اللي أنا أشوفها تساهل أنك تتابعها يعني يسمونه النفسي يحطك على عصابك يحطك على عصابك ووايد غموض يعني وهل في خيانات أوه أنت يتني على الجرح أيها بالضبط يعني في سالفة الخيانات هذي تشوفها يعني وثلت حلقات راح تشوفي خيانة أنت حين رابعك داشي مثلا مكان وكذا فجأة يخنون فيك في واحد خاني راح يكون من صدمون في واحد يتشكهم وشذي يعني الأنمي هذا أنا أشوفه يعني هذا يعجبك كمان سويسايد سكواد لا بالنسبة لي أنا الأنمي طبعا هو متقييم اللي أنا قاعد أسوي مع أسماعيل وهو بس ملاحظة أولية على الحلقات هل عجبني ولا ما عجبني يعني الأنمي الثاني اللي بالنسبة لي اللي كان في بالي اللي هو وستوريا وستوريا واند أنتورد أنمي مقتبس من مانغا أوكي تقييماتها زينة جيدة ما هي قوية حيل وأنا أصلا جاهق العمل هذا مو في بالي القصة بقدر التحريك لأنني كنت أقول عن المخرج نفسه يعني أنا كنت تعول عليه حيل شوف ثلاث حلقات الأنمي إيه زين راح أكمل راح أشوفه يعني ذا قولي يوسف ساموراي أوكي عجبني هذا ما أحبطني بس مو أبهرني حيل بس أوكي بكمل لا أنا مستمتع أول ثلاث حلقات مستمتع طبعا القصة مثل ما شرحنا قبل في أكاديمية سحر إذا ترقيت وصلت حق مرحلة معينة في السحر تصير مثل ما تقول لورد أو سيد من سادات السحر اتفق البطر مع صديقة طفولته أنه يصيرون مثل ما تقول سادة في هذا المجال للأسف طرع بطرنا أنه ما عنده قدرة سحرية وعشان تخرج من هذه الأكاديمية لازم تكون عندك ثلاث شغلات طبعا الأكاديمية هذه تدرس ثلاث ثلاث أمور اللي هو العلم والسحر وأنصحت العبارة شلو كان العلم والسحر والمثابرة شلو أنا ناسي علموا سحر شغلات هذه البطر ما عنده سحر عنده الاثنين فعنده الاثنين فلازم يأخذ فول مارك درجات كاملة عشان يقدر ينجح فتعالي شوف بعض الديكاترا وبعض المدرسين الموجودين في الأكاديمية شون يتقع عدولة أنه بيسقطون وكذا الأنمي ممتع الأول ثلاث حلقات أعتقد راح تعطيك انطباع جيد إذا راح تكمل ولا لا صح الرسم فيه زين كان فإي أنا مستمتع فيه أولا الحلقات كان جيد القصة ما هي شي جديد حتى من زي ما كنت أقول الشي هذا قصة ما هي شي جديد لكن المتعة مستمتع أنا فيه تابعتها ولا ما شكتها تابعتها تابعتها حلو جيد أشوف أليا الحين على بنيان في بنيان تقريبا مشابه لماشل أشوف على خطا ماشل تقريبا القوة يعني إلى حد دم طبعا متاخذونة بالضبط أنه نفس ماشل لا يعني اللي شاف راح يفهمشون على الغاز دي طبعا في ممكن اختلاف عن ماشل إحنا ما لابن نشبههم في بعض بس إننا قدرة إنه اثنين هم داشين أكاديمية سحر وما عندهم سحر صحيح هذا والظروف والمدارسين أو بعض الطلبة يبي يسقطونهم هذا نفس الظروف متشابهة صحيح الفرق أن ماشل أكثر كوميديا أكثر اعتمادا على قدرة البدنية في وستوريا الكوميديا في موجودة بس أقل شوي في تراجيدية أكثر شوي صحيح لكن لا هنا قاعد يوريك أن الحلقة الأولى كان يحتاج سلاح حلقة ثانية يتطور هنا أنا ستنس على الأنمي اللي مع الوقت تشوف البطل العدة ما تتطور صح 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 فجأة يحط لك مثلا أغراض مع هذا الآيتم أو هذا الغرب حق الشغلة الفلانية يبدو يزيد في المكونات اللي داخل حقيبته فهذه الأمور إيه هذه شوي تختلف عن ماشيل وأنا هذه الشغلات تمتعني يعني أقول أوكي الحلقة اللي بعدها شنو رح يستعمل فتشوف أنه والله فيه سلاح معين قاعد يضاف له في المغامرات إيه أنا مستمتع فيه الإضاءة فيه حلوة ألوانها حلوة العمل إلى حد ما تخدم العمل بس مثلا قلت لك أنا ما أعتبره سطوري بس إيه مستمتع أنا فيه ومو ندمان علي أنا رح أكمل يعني فبالنسبة لك كنت نفس الشي إسمائيلي نفسك نفسك لا الأنمي اللي بعدها شلي تابعت دونجون بيبل تكلمنا عنه ما تابعتك كنت مطرك شفت الأول حلقات يعني أيسني صراحة أوه ليش هذا ما رح أكمل من الأنميات اللي أنا قلت حطيتها أنا بشوف بشوف شنو يعني شنو بالضبط يعني القصة أو النبذة اللي يعطوني إياها قرأت عجبني الترايلر كان جيد ما شفتها لا شفتها صدمة صدمة فقصة يعني إذا ما عجبك خلاص إذا يابون أقول لهم القصة لا إحنا قلنا تلقصة شرح النبذة صيادة أبوهم علمها شون تصيد شكبهم تروح الدنجن وتصير يعني المغامرة على قلاتهم هناك بس مو اللي ببالي يعني ما عجبك كلش في الأنمي اللي بعده أعتقد أنا وياك تابعنا أوشيو نوكو الموسم الثاني نزلوا مننا أو نزلت مننا ثلاث حلقات طيب أوكي أنا عندي الموسم الأول أحلى أنا توين ناس مرحق فيه شي مهم لازم أقوله قبل الله أبلش رائع عن الموسم الثاني أول شي إحنا عارفين اللي تابع الموسم الأول عارف القصة إلى أين تتجه عارفين حنا الموضوع الأساسي للعمل وعارفين البطل شنو هدفه اللي هو أكوا أكوا إحنا عارفين شنو هدفه وعارفين القصة فالموسم الثاني تحس ممكن ممكن الواحد يقول والله شنه بارد شنه طلعوا عن الموضوع شنه فيه شي تاني قاييف يفكرون فيه لا لا حطي بالك أن أكوا عنده فكرة وعنده أمر وهذا السبب موجود هنا ولهذا السبب يختار مثلا الفتاة فلانية تكون زميلة اللي معها على طويل يمشي معها ففي أسباب لا تنسى موسم الأول شنو كان سبب أكوا هذا شي مهم جدا إذا لا والله بتنسى موسم الأول تبي تاخذ الموسم الثاني بروحها في الموسم الثاني يعتبر عادي نجموعة مراهقين قاعد يتعلمون مسرحية صح ما في قضية لازم لازم تحط في بالك وتذكر إن ليش موجود أكوا هني وليش هذي زميلته وليش هو قاعد يبدل جهده إن هذا الشي بينجح في شي مرتبط في الموسم الأول صح كل ما أربط نفسي بالذكرى هذه أقول أوكي أكوا فعلة صحيح وشغال حلو الحلقات الثلاثة الأولى صراحة استمتعت فيها بعد جرائي كنت فيهم الحلقات الأولى والله أنا أنا أكثر شي يعجبني حتى بجزء الأول سيرد من القضايا يعني لما يعطونا قضية بعيدا عن القصة وتوجه أكوا وهذا كله ما راح نقول قضايا لا خاف الناس يخبرون موضوع تحقيق هنقول الأحداث والقصص أحداث أحداث القصص الجانبية كيف تقول يعني لحد ما يعني تكون مفيدة وتكون موجودة بواقعنا يعني هذا الشيء اللي يجذبني في موسم الأول وموسم الثاني يعني هذا الشيء عجبني وسمعت أنه بالمانجا راح يقلي وعدي واحد من شباب يقول لي لا هذا ولا شيء انطر حتشوف أشياء أكثر وأكثر طبعا ما راح نحرق بس بحاول توضح الموسم الأول كان يتكلم مثل البوستر واضح اللي هو يتكلم عن ايدل قصة واحدة مغنية طبعا أنا كلش ما كان في بالي نهائيا أني أتابع أقول حق نفسي أنا ايدل ما عايش لا لا لما شفت لا ما لعلاقة نهائيا يكفي أنك تشوف الحلقة الأولى من الموسم الأول عشان تقيم المهم فالموسم الأول كانت تكلم إلى حد ما عن ايدل وقصتها الموسم الثاني إلى الآن حدف أكوال أساسي موجود وقاعد يسعاله القصة اللي دشت الجانبية الصغيرة معاه قاعد يتكلم عن مانقاك اللي هو منصانع المانقا بشكل درامي لذلك والله تأثرت أنا صراحتا يعني في الموضوع هذا بس أنه مستمتع رح أكمل إي 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 رح أكمل مستمتع تصدق قبل الحلقة تنزل حق الثالثة نزلت تتوقع قبل الحلقة الثالثة وأنا قاعد أسألف مع واحد مسيحي الخير بيصل بيصل هذا واحد تعرفت عليه بسعودية ويحب يستفسر ويسأل واحد فكلنا يسأل عن عن أودا وعن أشي اسمه توقاشي وعن أغلب المانقاكا وموضوعهم ليش أودا نطول بالقصة شنو صاير وشنو صالفة المحرين وهذا صدمة أنه لما شاهدت الحلقة قلت يدزلي على طول يقول لي تتذكر اللي صلفنا فيه قلت صدمة كل اللي صلفنا فيه طلع بأوي شنوكو عشان تذي حلقة الثالثة صنفتها تسعة ومصر من عشرة حلوة كان فيها الجانب إنساني أعتقد كنت أنت راح تابع Tower of God تابع Tower of God ثلاث حلقات للحين أشوفها بنيان بنيانا حلو قلت لك هو جزء الأول ملخص أن صاعد التاور صارت أنا بي نقطة مهمة حتى أمسي عليه بالخير مطابعنا أحمد كيويت مهراجة حتى أكلمني قبل لا لازم أن تقرأ المان هو مالتا المان هو قوية الموسم الأول في Tower of God كان اقتباسا من المان هو سيد الموسم الثاني الحين أنا سألك إسماعيل وحتى أوجه سؤال لحق أحمد أو أي واحد قاري تورف قد هل اقتباسا إلى الآن زين اقتباسا كا اقتباس المان هو نفسه ممتاز لأنه خذ تقريبا نسبة 99% أو نقدر نقول 99% الموسم الثاني الموسم الثاني من المان هو بس أنا أشوفها للحين قاعد أشوفها الحين بنيانا لا لا أنا ما تكلم عن بنيانا بتكلم عن الاقتباس اقتباسا إيه زين اقتباسا ممتاز الموسم الأول قال او موزين لا 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 لأن أنا تابعتها حسنا في خربطة صايفة الموضوع يعني بس موسم الأول لازم كان يصير شفت الخربطة هذه أنا أشوفها لازم كان يصير عشان يصير موسم الثاني قصدك بسرعة بسرعة حركة وعشان يصنون حق الهدف هذا الهدف هذا لأنه ترى لو نشوفه موسم الأول ترى شوية من ما أخذها وائد اللي ما كان ما أخذني ممكن طبعا 25 25 صفحة ما أخذها وائد عامة الكوريين ما في كلام وائد تتدري بس يرسمون يرسموا يرسمون المانوالاتهم شوية غير عن المانجا خليت ليها كسيزن 25 وائد شوية الكلام ما يصار صار على الموسم الثاني بس ليحنا أنا أقول لك ياها ثلاث حلقات ما توفي لازم ننتظر ونشوف ننتظر الشباب اللي قارين Tower of God ويتابعوا الأنمي يعطونا رأيهم فيها ماذا تابعت بعد عندك؟ تابعت أنمي اسمه Shinmaya Osan طبعا Shinmaya Osan أول شيء خلنحط ببالكم هذا أنمي تقريبا كوميدي وحق الضحك أوكي تماما ودانجز وما دانجز واسوالف حلو الأنمي هذا قصته إن شخص موظف استقبال أمنية حياته إنه يصير مغامر طبعا موظف استقبال تدري أنت المغامرين يعطون حقا موظف استقبال مثلا الشغلة النادرة هذه مثلا يخشها بصندوق ويعطيهم لنا فلوس هو كان موظف استقبال حجتنا غرفة سويتة عليك نور بالضعف فهو صار إنه موظف استقبال بس أمنية حياته شنو إنه يصير مغامر طبعا ما يملك ولا قوة صفر تمام ولما أمه موظف قالوا هذا الولد موهبة عند موهبة بس الولد صار عمر ثلاثين وآخر عمره إنك تصير مغامر ثلاثين ثلاثين يعني لها عمر معي هذا الولد هيسقط وتقول بس يركز بالدراسة يفهم ولدي ما عليكم فجأة فجأة يديش الاختبار تصير مغامر طبعا عشان تصير مغامر لازم فيه اختبار فيديش الاختبار أنت شلون تديش الاختبار عمرك كبير وغير هذا أنت قوي أنت قوي يعني أنا أنا شوفها سايتها مشونة جدامة تريد لها الدرجة قوي 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 بزيادة واخذ الضحك علقت لك هذا من الأنيميات اللي تضحك اللي قاعدة تشوف وحق الأكل وهذا يعني يعني من الأنيميات الجيدة ما نقدرون نقول لك أقل من الجيدة بس حق الواناؤصة في بالنسبة لي أنا الأنيمي الرابع اللي كان في بالية تابعة من الأنيميات الموسم هذا صيف اللي هو كنوكومان هذا في حلقة اسمها زيرو مو متسلسلة مع الأنيمي توها نازلة قبل الموسم هذا بسبوع يمكن زلت او اسمها دبل زيرو زيرو او 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 صح ايه شي تشدي اسم الحلقة ضروري تشوفونها الحلقة هادي تلخص لك قصة كينوك كمان امية و من امية وخمسين حلقة يمكن حطولك اياهم بالحلقة الوحدة هادي صح طبعا اختصار مو اختصار سريع سريع بس اوليك موضوع شنو ايه معلومهم صراحة معلومهم لا 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 القصة توقع مو عن كينوك نفسها لا لا ايه القصة مبل عنها الحلقة الاولى صدمت انا لازم تشوف الحلقة زيرو ايه شفتها ايه شفتها بس يعني اختفى انا اللي عارفة ان لا لا ما نبينا حركك لازمت في الموضوع ان الحلقة زيرو مهمة جدا راح تشرح لك اكثر من مية وخمسين حلقة طبعا مضغوطة ايه مضغوطة حين ملومهم صراحة الموسمة الحين اللي حلقة رقم واحد ترى تكملة حق الانمي القديم انا عفوا قبل كنت اقول ريميك وخطأ هذي مني هذي صاعد ما ايه تكملة حق الامية ومدينة من الثماينات نازل بعين تسعينات نزا ووقف فالحين الانمي هذا تكملة للقديم ما تبيتشوف القديم وهذا انا اللي سويتها طبعا اعتقد الاغلب راح سويه شوف الحلقة زيرو هذي راح تختصر حيل اختصار بس اقول حق نفسي اوكي بالنهاية ماشي الانمي الى الان انا اقول بالنسبة لي مبتع مضحك واتحمس له طبعا انامي مصارعة بحت لازم تضحك لازم تجي حق الانمي وانت تضحك طبعا كل شي في من كينوكو مان تيرو مان كناديان مان اي اي لازم مان سبرينغ مان رامن اكلة الرامن رامن مان فالانمي مضحك اشكال الشخصيات اشكالهم واحد ضعيف وفوق راسه طبق الرامن واحد سبرينغ واحد تاير اي عند اخوانا سعودية سمونا كفرات كفرات فلا لا مضحك مضحك لازم تشعق الانمي هذا والانمي القصة مالت في ناس يبيغزون كوكب الارض عشان ما اديش هم تبرمجين هذولي الاشرار اللي خارج كوكب الارض انه ليش في بالهم انه لازم نفوز بالمصارع عشان نحتل الارض شي شي يعلي فانزلوا الحلبة يقول يا الله نبي حدباريني عشان سيطر على الارض فلازم تابع الانمي وانت قاد تضحك وطبعا الانمي ما قاعد يقدم بطريقة كوميدية الانمي قاعد يحاول يقدم بطريقة جدية بس انا قاعد اضحك هذا المشكلة اللازم تاخذ الموضوع تشدي حس انه لو باخذ جدي ما راح يمشي وسالفت اللي هو وانصدمت ان في حد الحلقات دموية جدا جدا دموية اصدمت وطراحتك انا ايه مستمتع فيه جدا بس حط في بالك استمتاعي ليس للقصة او الاكشن استمتاعي شون شدي يعني واحد جاي من كوكب ثاني يقول لازم افوز بمصارع لا بغزيهم بس بمصارعه افوز عليهم بمصارعه ايه لازم وبعدين تعال سويتوا انتوا كذا لا احنا ما نبي الشغل هذا ولا ومشكلة ما بي ما راح يتصارع وياك الحين يالله جهزوا الحلبة ونجيكم باتر باتر ايه جهز الحلبة يقول الحق اللي هذا المدير او يقول يا جهز الحلبة ترى ياكو باتر ايه لا ايه انا قاعد تابع من هذا المنظور شدي انا قاعد يستمتع وقاعد اضحك ما قاعد احبطي الموضوع الجدية القصة موجودة ايه زين اه ورح يبين لك فالحق ازيرو من اوهو كنونك كمان وشنو اهميتها في القصة هذي اللي مبنية عليه الاسم نفسه ايه استمتعتانا فيه وهذا الاربع عناميات اللي كانتانا فيه بالي اللي كنت بيشوفها والحمدلله الى حد ما انا مستمتع في الاربع عناميات هذي ما دري شفت بعد شغلة اضافية اه شفت عناميات وايد بس يعني ما لا بشي تحس انك مرتاح ان تتكلم عنه لا شدي لا ما فيا لا لا يعني قلت لك موسم الصيف كان يعني من لا تحس موسم فيه اناميين انا ما تابعتهم وما اعتقد اني راح اتتابعهم صراحة بس ودي اللي طبعا مو لانهم سيئين بس احسهم مو جوي اللي تابعوهم ودي اني يقولولي عنهم اللي هو في واحد كان رومانس خلني اعطى الله اسمه اللي هو اسمه كيمي ني تودوكي الموسم الثالث هذا ودي يعرف اه اي هذا ودي يعرف شفت عد هذا تكلمت عنا انت اه تكلمت عموسم الثالث انا ما اجلت ولا موسم لا 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 تكلمنا عنا انه كموسم انه بينزل اي اي احي نزل بس تخيل انه انا ما قادر انا ما عارفه اي فودي اللي تابعو يقولولي عنه وعندك اللي هو بردونوري اللي قلت لي عنه اللي اثنين هم غامضين نجوا مدرسة مدرش انه بحط باستر الانمي في الحلقة نفسها اللي هو اسمه طال عمرك شوشيمن سيريوس اه لا اللي هذا اي هذا هذا اي هذا تابعته حلو اي اه تاخذ الانمي اخذه على انه غموض الانمي هذا اه شخصيتين منيه وولد طبعا انا اول حلقتين ما كنت فهم الاحداث كلش يعني بنت ولد قاعد يحلون قضايا معينة لحلقة الثالثة في صار شغلة صدامني اه واحد من ربعهم طبعا واحد 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 من الاشخاص صديق البطل يقول له انا ما ابي شخصيتك المهذبة المتصنعة انا قدر نقول ابي شخصيتي القديمة اهو كان شخصيتي القديمة توقع لان انا قلت ليه لحلقة الثالثة ان محقق كان يحقق لدرجة ان كان يعيبون عليه انت قاعد تتوهم انت مثلا انت شفت جني ما في جني انا شفته ويروح بتحقيق ويدور يضحكون عليه ويطنزون اه يا المحقق يا شالي كومس يقولون عليه فحاشة نوع من النوع الكآبة ان ما اقدر انا اكمل به شي فانصدمت ان بداية انا عبالي تحقيق او يعني غموض بس لا لا فيه فيه قصة تراجدية تراجدية انا انصح كل واحد يحب اه انميات الغموض البسيطة ترى هو هو انمي غموض بس شوجة تقريد تقول يعني مو لا تحط ببالك ان اه ومدرسي لا تحط ببالك ان ترى شونن لا ترى انمي بسيط بس الصدمة ان غموض غموض بزيادة بزيادة اهم جاي ما سامت فيه اي من الانميات اللي قاعدة تابع لها يعني اتابع الحلقة الثالثة تابعتها والحلقة الثالثة قام بتوضح الصورة اكثر اكثر يعني الحلقة الثالثة تشدي الرابع عشر اللي ما حيصير الخامسة قاعد يحمسني بداية ما كان ما كان في حماس قاعد يحمسني نفس ما صار بسيطة سايز كواد يعني نقدر نقوله هذا بالنسبة لنا في فقرة الدردشة عزيز مستمع والمشاهد ابي رأيك في اول حلقات الانميات اللي تابعتها انا ما دي شنو قاعد تابعون عطونا بالكومنتات والله شي اللي قاعد تابعون رأيكم في الحلقات الأولى بدون إلى حد ما بدون حرق يعني بس رأيك في الحلقات الأولى ننتقل حق فقرة الأخبار اسمايل ننتقل ننتقل طبعا فقرة الأخبار مقسمة عندنا العروض الدهائية بعد المنصقات بعدها أخبار متفرقة عندنا أول خبر الكشف عن عرض ترويج جديد لأنيمي دي لوكوس نيرتري وجاي شرا في 7 أوغسط القادم اللي هو يعني بعد الحلقة هذي بسبوع تقريبا من إنتاج ستيديو جي سي ستاف مقتبس من سلسلة ترامب كرواية نهائيا ما راح أتابع افتصار القصة الشديدة أنه إذا أنت تحب الزمن القوطي والفمباير والأمور هذي ترهدوا الفمباير في عندهم عوائل في عندهم بعض المنظمات السرية اللي سيطروا فيها طلعت منظمة ضد هذول الفمباير لما حاولوا بعض الأبطال يتصلون مع رفيجهم أو يتواصلون مع رفيجهم القوي الفمباير أن تعال في ناس يقاتلوننا وهذا اكتشفوا أن هذا البطل قاعد يربي طفلة عنده شنو سببها شنو موضوع طفلة إنسانة ما أدري إنسانة ولا مونسانة ما أدري فاستغربوا فقالوا خلاص ما راح أخليك تخوض التحدي بروحك وحربي الطفلة معك فأنا كل شي وراح نقاتل منظمة هذيك الرسم خلاني ما بيتابع لأينا صراحة الرسم أحس أنا توقع من الرسم وكاركتر ديزاين أنا توقع جي سي ستوف لا لا كاركتر ديزاين كلش ما أحب الزمن القوطي هذا المرات لما يجيك القميص اللي فيه منفوش شوي أشكالهم ممكن يطلع حلوك قصة يمكن ما راح نسأ يعني أنا بالنسبة لي الآن ما راح تابع والله ارتفع تقييماتها وانفرط قصة حلوى ممكن نشوفها ما أدري صراحة الخبر اللي بعد اسماعي شد اللي عندنا عضل ترويجي لفيلم أنمي لين تاما ران تارو يعرض في السنة اليابانية في 12 ديزاين بره المقبل إن شاء الله طبعا يتكلم عن طبعا هي أنمي قديم نزمة التسعينات وهذه يتكلم عن شخصية معينة لها فيلم بيسولها اختباس يعني مقتبس من الأنمي نفسه الشخصية هذي ايه من الأنمي نفسه هل مرتبطة بالمانغا هل لها ما أدري صراحة أنا بحط صورة واضحة ودرجة ومنتشرة الشخصيات الأنمي هذا بس كلش ما تابعته وما عندي أي فكرة عنه عندنا كذلك عرض ومصق دعائي للأنمي الجديد ران محاف وقادم في أكتوبر القادم راح يكون منتاج ستيديو مابا وإخراج من إخراج كونوساكي أودو باختصار راح يصير إعادة إنتاج حق ران ما القديم مع نفس ممثلين الأصوات القدامة هذا اللي عجبني ايه نفسه مصدر ومو ينبع الأحلام صح هذا ينبع الأحلام ايه الشاهد الموضوع أنه لما شفت التصوير الرسم أوكي رسمنا الحين بس أحس بالستايل القديم بس الحين ما دي شون بس حلو تحس اللون اللون ضبطوا اللون لا الرسم القديم تحس اللون الصدق الألوان لا ما عجبتني حس الألوان فيها فيها سطوع زيادة ايه صح صح حسن ما حسن مشبع الألوان بس على العموم بغض النظر عن موضوع هذا العرض اللي أنا شفته حسيتنا منضمن حسيتنا اللي حاب ران ما فاستمتع رح تجيك ران ما مرة ثانية يعني حلو هو الألمي الألمي كوميدي يعني كوميدي يعني كوميدي التسعينات إذا انت حابها يعني شنو الخبر اللي عندنا بعد من مؤلف مانغا دكتور ستون الكشف عن عرض ترويجي الجديد لأنيمي تريليون سيعرض طبعا في شهر عشرة هذا من الأنيميات هم زدنا لسته شهر عشرة قادم الإنتاج مودهاوس سمعت عننا شي ايه قصة الأنيمي هذا باختصار يعني في اثنين أصحاب خنقول أو اثنين أصحاب بس يعني تعرف اللي رفيجك تعرفها قبل بعدين خلاص كل واحد راح بوظيفة وكذا واحد منهم خجول شوي بس دكي واحد منهم شوي جريء وهم أثنين ومثقية قصتهم باختصار شديد إنه خنبدي إحنا نجمع فلوس من نفسنا نبي نجمع تريليون طبعا أكيد إنه ما راح يجمع يفتح مكتب ويسوي في شي راح يسوي أنا ما أدري ما قرأت المانقة بس هذا باختصار إنه بيسوي ما دي عدد كلمة القيم هذي بروحها تشككني في الموضوع هل بيسوين حركات بس ننتظر ونشوف يعني ما أعتقد أني راح أتابعه خصوصا شهر عشره وقت لكن الجدول راح يكون زحمة لازم لازم يثبت نفسه حيل عشان يقدر ينجو في موسم الخريف القادم الخبر اللي بعد عندنا شنو عرض ومرصخ دعائي موسم الثاني لأنمي رون كامونو هاشي من المؤلف كامونو هاشي من المؤلف ريبون ويعرض في شهر عشره في 2014 من إنتاج ستيديو دايو ميديا أنا تابعت موسم الأول الأنمي عبارة طبعا عن رون رون هو شخصية شايفة شايفة تابعت أي تابع أنامي حلو يعني وأنمي تحقيق إذا أنت تحب كونن تحب شارلو كومز تحب الأنميات هذه فهذا نفس الأنميات بالطريقة هذه تجي قضية عند الشرطة ويستعينون في حد المحققين يساعدهم في جرائمه الإضافة على شارلو كومز وعلى كونن نقطتين إضافيات فقط النقطة الأولى أنه لسبب ما ندري إحنا ليش ولا يدري البطل ليش أنه بعد ما يحل القضية فجأة يقدر هو يتحكم بالمجرم أي ليش هو ما يدري وعادة يعني الموضوع ينتهي فيه بشكل مأساوي هذا شيء هم معارف ليش وإحنا معارفين هذا جانب لازم نعرفه من ناحية الغموض الجانب الثاني وهذا في الأنمي الأول نذكر وحتى في النبذة التعريفية حق الأنمي إن هذا البطل المحقق بك الخارق من نسل شارل كومز وموريارتي هذا الصدمة أي طبعا مو نسلهم الحين يعني خنقول جد 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 الأجداد نفسهم هم من نسل موريارتي ثين هم صج موريارتي وشارل كومز وشنو كان عداء عداء شارل كومز صارت لعائلة صح وموريارتي صارت لعائلة أحفادهم 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 واحد منهني تزوج منهني وجابه الولد هذا لا لا توقع على طول يعني جد مني وجد مني هذا اللي قلتنا لا 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 مو على طول مو جد المباشر لا 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 يعني موريارتي جابه عيال عيالة جابه عيالة وهذا شارل كومز فاللي من الطرفين تزوجه هذا ولدهم هذا ولدهم فلما يرجع منصوب مثلا أبوه لأمة إلى جد 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 يوصل حق شارل كومز فلهذا السبب ما ندل إحنا ليش هو غامض في القدرة هذه بالإضافة أنه في هذا الجزء في الموسم الأول رح تدني أنه في ناس تبيه هذا الولد لذكاء الخارق ونشوف يعني أنا الموسم الأول ما راح أقول له أنه قوي كان جيد يعني إذا كان عندك وقت فراغ وشك أنه هذا رح سير في شهر عشرة أي فإيه حطه في وقت فراغ كرح تستمتع فيه ما عندك وقت فراغ لا لا تحطه إذا تحب التحقيق فممتاز هذا يعني بتحقيق لأنه ما فيه صانميات تحقيق بك يطرح إيشراك في أنت الموسم الأول أنا يازلي بس مثل ما أنت قلت ما شفتها بنفس الموسم لأن همن عرض توقع بشهر عشرة كان كان همن مزدحم فأتراتها فشفتها بعدها بموسمين ما عندي وقت بوقتها وجيد ذكرت شوي نفس كونان طقت مرياتي نفسه عجبني الفكرة الغير عن الباقي أن البطل نفسه لسبب ما ما يقدر يمارس التحقيق فأي واحد ثاني نقدر نقول مشاطر بالتحقيق يساعده يعني خنقول حركة يعني مثلا شون مواتون شارلوك كومس كان يجي لواحد من الشرطة البريطانية نسيت اسمه شونه واتسون لا لا واتسون رفيجة نسيت اسمه الدكتور قزك الدكتور هذا رفيج شارلوك كومس في واحد كان يجي من الشرطة البريطانية يجي يطلب منهم مساعدة لائما كل حلقة صح 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 عرفت عرفت الشرطي نفسه نفس الشي في كونان عندك أنت المتين هذا المحقق الشرطي يجي يطلبهم يساعدهم نفس الفكرة البطل هذا رح يجي شرطي يطلب منه مساعدة ببطل ببطل عندنا كذلك إعلان عن مشروع جديد لمانغا الرعب اللي صدرت في التسعينات لها أنيمي ترى لها أنيمي صح ولها كذلك مانغا اسمها جينكو سي سي نوب هيل تيتشار نوب قصة العمل هو يعني مدرس عنده قدرة على استشعار الأشباح ويحاول يحمي الطلبة من الأوروح الشريرة اللي تكون في المدرسة طبعا جاينا من توي اناميشن صايد ما هذي توي اناميشن توي اناميشن ما خلوش يعني عندهم قدرة رهيبة لمهم أشاهد الموضوع أن الأنمي هذا الحين تسوي العرض اللي أنا شفت البسيط أوكي حس أنه زين زين نبي نبي بعد زيادة بس ليحي ما في تفاصيلة فيها طبعا باختصار القصة أنا ما ودي أحرق لأنه باختصار أنه في مدرس لسبب ما في درس في هذه المدرسة لأنه فيها أشباح ويبي أطردهم شون صارت عندها القدرة وشون طردهم وليس هو موجود هنا هذا ورح يكون في القصة نفسها ما نبي نحرق فيها الكيشف عن عرض ترويجي جديد لفلم الرابع من ماي هيرو أكاديميا بعنوان ماي هيرو أكاديميا يوار نيكست سيكون مدتها ساعة وخمسين دقيقة وسيعرض في صلاة السينما اليابانية في اثنين ثمانية الفين واربا وعشرين طبعا أنت دور أحداث الفلم بعد موسم السادس يعني قبل موسم اللي نحن قاعد نعرض السابع بينهو بين موسم السادس والسابع أنا صدمت من الوقت عامة يعني يابان ما يعطونك أفلام ساعة وخمسين دقيقة يعني آخر فيلم شفت يمكن اللي هو بلولوك عطوني سبعين سبعين دقيقة ساعة وعشرين دقيقة هذا بالكثير بلولوك اللي هو ناقي بسود فصيد مولوك ساعة وخمسين لا ليش تصير أنا رد رد ما صارت هذا ساعة وخمسين لما رح تشفت رد آذكر الله عادي يعني ايه عادي عادي جدا ما أدري بس أنا متحمس شفت طبعا أنت تتكلم عن الأنميات أفلام الأنمي اللي مقتبسة من سلاسل سلاسل تتكلم عن جبلي ستيديو والأمور هذي لا 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 هذا اللي غير عشان بس أوضح حق المستمعين اللي هو قبلي والألميات اللي اللي لها أصل أصل فيلم هذا ما تتكلم عن لا 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 قعد تتكلم عن اللي لها أنمي اللي لها سلسلة ويطلعوا لها أنمي فارعي ايه فأنا والله تحمس من الأحداث كنا أنا فلام أهم طويلة كنا نحالها طبعا وصلوا واحد ثلاثين فيلم عندنا كذلك الكشف عن عرض جديد لأنيمي أكشن وشونن أوريجينال يعني مو مقتبس من شي من تعريف الستيديو ميكانيكال أرمز ميكا يود قادم في شهر عشرة من إنتاج تريف في ستيديو طبعا الستيديو هالا ما عنده شغلات تسوى يعني أول مرة أسمعها ايه فتوى جديد باقتصار قصة الأنيمي هذا إن فيه رح يصير مخلوقات فضائية رح تجي كوكب الأرض و ما أود أن أشرح لأن الترايلر كافي أن يشرح لك بس أنا بحوال وضح لك أن في بعض الناس عندهم قدرة في بشر طبيعيين وفي آلات طبيعيين أو فضائيين وفي ناس بالنص عندهم قدرات خاصة مثل بشر بس يطلع لها إيد حديدية والأمور هذه فأنا بالنسبة لي عادة أتكلم عن نفسي أنا ما أفضل أو ما أميل حق أنيميات اللي تكون قصة منها أوريجينل لأن عادة يكون تأليف في الستيديو وفي الغالب وليس دائما تأليف الستيديو يعتبر يعني بس أبي أمتع المشاهد تبي أكشن بأعطي أكشن وهدفها الأساسي يكون ربحي ربحي تبي تبي أفلاشات بأعطيك أفلاشات تبي أعطيك إياه قصة يعني لا تجي حق الأنمية هذا من ناحية قصة معنا معنا العالم الفكرة تعطي فيه مجال نتوشي هذا بس فيه واحد من الشباب أذكر كان يقول لا أنا أحب أنميات الأوريجينل لأن يعطيني نسبة 100% أنا مادل شما راح تصير صح ما حد يجي يحرق علي يقولي والله ترى مقتبس من مانجا ولا كذا صح صح فكان يحب فكرة الأنيميات الأوريجينل لأن أبي أشوف فكرة جديدة الستيديو شما قاعد يعطيني قصة فهم يعتمد على ميول الشخص نفسه إلى حد ما يعني هل راح أشوفه في شهر عشرة أعتقد مبدئيا لا طبعا نزل أنا قبل حلقة واحدة نفس الأنيمي هذا ننتظر شهر عشرة راح تبين أكثر بعض التفاصيل ممكن تغيرها إذا بأت نفسه وبرز نفسه بين الأنيميات قبل هذا راح نزل حلقة الخريف إحنا ونشوف إذا كان فعلا ممكن راح تتابع أو لا عرض تريلر جديد لموسم الثاني من أنيميل أركين مقرر العرضة في شهر 11 2024 طبعا أركين الموسم هذا راح يكون مكمل الموسم الأول راح يكون إذا ما خاب ظني آخر موسم حق شخصية أركين أنا ما شفت الموسم الأول صراحة وعليه مدح وايد لا حلو أنا شفت الأول ومترقب الثاني ونفس ما أنت قلت القصة أو الحبكة أو البارت الأول أو الميزانية أو المشروع اللي كان مخصص من نتيفليكس هذا ورح ينتهي هل راح يفتحون بارت أو تكملة في قصة ثانية في عالم اللول الكبير ممكن بس ليح ما فيه أي خبار عنه عندنا أنمي باسم طبعا اسمه طويل بس راح يختصرون الناس شنو توكر توكر خلاص أخوه اسمه توكر يعني لأن اسم طويل فراح يكون فيه عرض جديد أو نزل عرض وراح يكون تعاون بين استيديوين في فلكس فيلم وقاقرو وقادم فيه شهر عشرة هذا من الأنميات اللي تكلمنا عنه أكثر من مرة أنه واحد عنده قدرته الخاصة يعني فيه واحد مثلا قدرته مثلا نار كذا كذا هذا قدرته بس أنه يتكلم مع الناس ويقنعهم فيه عنده قدرات أو يعزز لهم وكنا نتكلم معنا وحمد الحمر أن الكاراكتر ديزاين تصميم الشكل اللي جد الولد هذا المغامر الوحش القوي جده تصميما كان حلو فالجد كان يقول حق حفيدة أني أوكي تابدت المغامر أنا أقدر أدربك فاكتشفوا أن الولد أو الحفيد ما عنده قدرة إلا بس ما يتكلم قال لجده هم هذا راح أدربك أنا فكان بالنسبة لي ما عاجبني الفكرة نزل عرض أول لي ما عاجبني فكرة العرض هذا لا غير رأي العرض هذا أوكي يعني أبعطيك فكرة يعني أوكي ويتقولي واحد قايت يتكلم شو الفائدة منه شا سوي فيه كفطل لما أجي فيه لمحات في العرض هذا حسيت اللي قاعد جدامي لولوش من كتقيس شون قايت تكلم تأثير الكلام ماله طبعا لولوش يتكلم وتأثير العين صح هيتكلم وتأثير الكلام ماله يشخلي اللي مقابل له أما يخضع يخضع لا ولا يسمع كلام ولا كذا هني تغيرت وجهة نظري عن الأنمي لا هني ممكن أشوفها بعد العرض هذا لا تغير رأي وفيه بعد أنه يتكلم مثلا داشين في دانجين أو داشين في كهف قتلهم بحوج بالقدرات السحرية اللي عنده اللي بالكلام تشوفوا شون يعزز قدرات ربعة يرتفع السترينكث عندهم القوة وهذا يتعالج وكذا ايه لا لا أعتقد أني راح أتاضح تغيرت وجهة نظري بعد العرض هذا قبل العرض ما كان ليني يا صراحة أنا صراحة أمسني أنا ما كنت ما كنتحطه بالحزبة اي لا لا خلنشوف وننتظر وننشو إن شاء الله ننتقل على الملصق والغلاف الملصق الترويجي الجديد لأنيمي دراقن بول دائما اللي راح ينعرض في أكتوبر دائما ولا ديمة دائما هل سمي ديمة ديمة اسم كويتي ديمة لا لا دائما يبون ديمة 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 المغربية توقع عني وايد ديمة لا شوف احنا عندنا في الكويت ديمة حالة بالطقس مثل المطرة الخفيفة ديمة تكون صحيح مطرة خفيفة ومستمرة اسميها ديمة أي شيء جديد خفيفة خفيفة مطرة خفيفة يعني والله ديمة انا احتمال ما اشوفها طبعا هذا اللي اعرفه من آخر اعمال هذا آخر اي آخر يوريثاما تورياما وبعدها توفى يعني بس ملصق ترويجي ملصق ترويجي كانت انا اعتقدني راح أتابعه لأنا قوكو صغير بس ممكن او شوف ما راح أتابعه لما اشوف الحلقات اكيد ايه يعني في شيء يسبق شيء خاصة الميات اللي ديدة اللي طالعه او ما او بأكتوبر بعد هذا اكتوبر ايه عشان شذيه فدراغنبول ماليون بلي ما راح أتابعه لاني انا متابع شوف انا حين من احي نصيحة حق احد يبي يدش اكتوبر لا تسوي الحركة اللي كنت انا سويها قبل واللي واجد تسوونها ينطرون الموسم يخلص باني تابعون لان الكمية راح تصير عندك كبيرة فخلك كل يوم تابع لك حلقتين من انميين مختلفين اعتقد راح تخلص راح يخلص الخريف وانت مرتاح يعني صورة ترويجية للموسم الرابع لاني مي بطل الدرع The Rising of the Shield Hero ما حد الدرعيح متين راح ينعرض العنوان الارك القادم ولا القصة عودة المنفيين انا ما تابعت الموسم الأخير صراحتا كنت محبط وحاول الصائغ يشجعني ياخذ بعزري ان ابو خالد تكمل وليل حين ما شابعت وبشوف من بعد موسم الثاني ما كملت انا موسم الثاني ولا الاول وقفت والله ناسي بس حس انه ما قدرت تكمل الموسم الأول كان وايد حلو بطل ترس او بطل الدرع شي يديد والبطل هذا منبوذ ليش لان في لها اسباب بس بعدها موسم الثاني حسيت في هبوط في ركوت قاعد صنو قصة انا شنين شفت الثاني بس عرفت فما قدرت حلو اللي بعده شنو عندنا كيشف صورة دعائية جديدة الانمي صيدلانية من الموسم الثاني اللي راح ينعرض ان شاء الله في 2025 عندي خبر ما ادري خبر حزين حق العمل هذا ولا يعني شي يقول اليوم تم يعني حطو او تم المحكمة ان قالوا ان المنقاكا هذي مو كان عندها تهر هروب او تهرب في الظلائب في نسبة توقع 48 مليون دولار مو دولار ين 48 مليون ين دولار راحت فيها ايه هو مبلغ كبير يعني فحكمة المحكمة عليها ان شنو راحت تقعد بالسجن 16 وثلاث سنين ما ترسم ولا تسوي ولا شي ايه بس في توضيح هنا زيادة في الخبر هذا الانمي مار الصيدلانية مقتبس من رواية فاحنا ما عندنا مشكلة مع الانمي الرواية قاعد ينزل لها مانقة الرواية شغالة الرواية الرواية مو نفسة هي الكاتبة لا 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 الرواية شغالة ما لها شغل الرواية نفسها قاعد ينزل لها مانقة المانقة في عليها رسامة قاعد ترسم المانقة هذه اللي صارت عليها القضية فالمانقة ممكن توقف ايه ممكن توقف المانقة ممكن يجيبون بديل عنها ما عدري أنا صراحة تذكر One Punch Man شوان إنه في واحد رسام أصلي في واحد ثاني يرسم وراه خلنا أخذ نفس الفكرة بس هنا نفس بيرزك لا مو بيرزك نفس تورياما تورياما المساعدة اللي هو اللي هو المساعدة اللي هو عطاس سوبر لا 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 ما تكلم عن هذا تكلم عنه يعني عملين منفصلين مو واحد يكمل الثاني يعني مو سند له يعني One Punch Man هذا بروحه قاعد يشتغل على One Punch Man في واحد ثاني عندك مثلا على سيمثال توا في بالي واحد بعد غير One Punch Man من وقل ثاني قبله المهم فمقتبس من الرواية الرواية والأنمي ما لهم شغل ما لصيدة لانية هذي المانقة بس فالمانقة ممكن يجيبون بديل عنها ما ندري والله تكملت السيدو نفسها تصرح مستيدو الشركة نفسها الممولة قالت إن إحنا رح يعني المانقة شغالة رح المانقة رح يعني رح يكملونها وأتوقع الشركة ما رح توقف مدام إيه صراحة التصريح ما رح يوقفون رح يأكيد رح رح يشتغلون موضوع المحامي وهذا كبداية للحين في حكم استئناف في حكم نهائي للحين حاليا أول حكم حكم أول عليها هذا فنشوف نشوف معنا يعني أنا أشوفها من الأنميات اللي لا توقع الأنمي ما رح يتضرر لأن الأنمي قاعد أخذ من الرواية والرواية شقالة والرواية قانونية والأمور طيبة ما في أي مشكلة والأنمي ما عليها مشكلة لكن التحويل التحويل حق المانقة حق المانقة هذا شوي ممكن يتعطل شوي هانتر إكس هانتر المجلد رقم ثمانية وثلاثين أعلنوا عن تاريخ الإصدار له أربعة تسعة أربعة تسعة رح ينزل مجلد طبعا حق المانقات اللي نزلت سابقا يعني شنو بعد عندنا خبر طبعا هذا هانتر إكس هانتر هل تحسنا تمهيد حق أن نرد المانقة ما أعتقد أنا أن يردون أنيمي لا لا أنيمي انسى موضوع والله أنا انسى موضوع الأنمي انسى موضوع الأنمي نهائيا هو خلاص المجلد رح ينزل يعني رح ينزل أوفيشل رسمي المانقة رح نشوف في الشابترات رح يكون حتى صرحوا 200 و 24 صفحات الفصول اللي قريناهم الفصول الماضية لا ما قرناهم ما يدد ما يصير اللي بدأ من 400 هذا اللي يدد اللي قاعد يرسمهم تذكر بتويتر قاعد يرسم قانشات حيلة وقاعد يرسم ويرسم لتقريبا 413 أو 416 رغم شديد بالتعش لا هذا اللي يدد وهو المجلد دائما ينزل بعد نزول الفصول فما دي اللي بيسوي حركة تسويقية هذا يحط فصول داخل ويبيع أنا أتوقع شذي أنت لو تشوف أشياء اللي قاعد ينزلها بتويتر بعد ما صرحوا بتويتر الحين كل ما الفيوز أو كل ما المشاهدين زادوا تحصل الفلوس قاعد ينزل أشياء غريبة ينزل ينبع هو اللي يرسم ينبع لا 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 في لها ألمي قديم زوزو أتوقع أو جوج يو 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 حقشي يو يو هذا يا أخي الرسم قديم أنت حظ ترى هذا رسومي نزين عنده مانقات نزين مصور تصوير أي كلام يصور أنه ترى هذا بشوفه بس وتشوف المشاهدين كم وقل ثلاثة مليون خمستعش مليون عشرين مليون هذا ترى كله ما أخذ الوضع أنا يعني عندي أنا الكلام أقول أنه ما أخذ الوضع وناسه على مادة ما عدري بس أن خلص من دراجون كوست يا على أنا اللي عرف أن المجلد ينزل بعد صدور الفصول ما عدري ننتظر ونشوف أكثر وتوضيح أكثر حق الموضوع هذا عندنا كذلك أو تأخذ خبر اللي بعده عندنا إعلان إعلان عن كوميكس تعاون بين سلاحف نينجا بين سلاحف نينجا وناروتو التينيجز ميوتنت نينجا تورتلز إكس ناروتو رح ينزل أو رح يتم صدار الكوميكس هذه في أكتوبر القادم من رسم خورخي خيمينز أنا الرسامة أنا ما عرف أنا طبعا لأما أنا مالي في الكوميكس استعنت في أحمد الحمر بعد الزيت الأحمد قال مشهور أنه دائما يرسم حق باطمان حلو الثاني الأول الأول هذا أنا عاجبني أكثر فتنا قاعد يوريك أنه أشوف هذا الرسم اللي أنا راح أخذه هذا الارتستايل مالا وهذه مو أغلفة رسمية لاحن مو رسمية تصورية أو ترويجية خينقول ننتظر عادي نشوف والله وتنا أربع فصول بس راح تكون أربع فصول صحيح أربع فصول راح تنزل إيه نتحمس إني أقراهم أربع فصول شوية وحلو خلشوف نجرب يعني عندك هذا عليك إعلان عن NFT خاص لأنيمي ليكرز ريكول الأنف تي باختصار تعرف لما أنا حين مثلا بحط لك صورة غلاف الأنيمي هذا أنا بحطها حين جدا مكيزي مستنع هذا الغلاف هاي الصورة هذه الصورة حق منه من يملكها هذه لقيتها أنا بجوجل حطيتها موجودة ممكن تتحطها ممكن تأخذها من أي مكان الأنف تي معناتها أن هذا الشي فقط موجود منه حبة بالعالم تعرف لما مثلا تروح سوق ويقولك والله في حقيبة خمسين واحدة تم صناعتها وهذا النسخة عندك اثنين من أربعين أي يعني أنت النسخة الثانية ما فيه إلا خمسين حبة بالعالم نفس الشي الأنف تي هذا في عالم التكنولوجيا والديجيتل أن هذا شيء فيه منه عدد حبات معينة فإذا أنت اقتنيتها ما أحد يقدر يأخذها بالعالم ما تقتاخذها ويكون عليها اسمها لما تديش على الديتيز تدخل على تفاصيلها أن هذه كانت مالت فلان راح تحقق فلان فالسالفة كلها أن الأنف تي هذا راح يسوون واحد حق هذا الأنمي له بيكورز ريكويل طبعا أنا بس حبيتني أشرح زياد عن موضوع نف تي وراح يسوون كذلك ست حلقات قصيرة أو أفلام قصيرة للأنمي هذا من إنتاج A1 بيكترز كل حلقة قصة مختلفة صح ومؤلف مختلف هذا أول مرة نفس المخرج بس مؤلفين مختلفين مؤلفين مو حل عجبني بس ننتظر يعني ما كان سيء بس لا يعني لما ينزل الخبر موصل ثاني أوه ما أقول أوه متحمس أوكي زين يعني هذا هو ما بحق عندهم موائد أشياء رايح اللي على دوره يدوره يعني عندكم موائد أشياء تروحون لا هنا جزئية الخبر طبعا هذا قبل طلع أنا فيه عمل الحين تأكدنا من سيديو شنوه اللي هو مابا هذا من ناحية الأخبار اللي عندنا ننتقل حق مشاركات أصدقاء برودكاست جار في الحلقة عندنا أول تعليق من أحمد العازم يقول الله يعطيكم العافية حلقة ممتاز الله يعافيك متى حلقة تحت المجهر حق أي واحد يسألنا حق حلقة متى تحت المجهر حلقة تحت المجهر عادة تكون غير مجدولة حسب الظروف يعني وحبينا أنا و أحمد الحمر أنا بالصيف نوقف شوي عن تحت المجهر لأنا باعتقادي أن الأغلب من الشغل إما بالسفرات إما بأنشطة خاصة له وغيرها بالإضافة أن أحمد مسافر فقاعد نجهز أنا و أحمد الحين عدة حلقات نشغلين في كتابة الحلقات هذه فإحنا مستعدين بس ينطر أحمد يرجع إن شاء الله حتى لو أرد أحمد ما رح سوي حلقات إلا ممكن في شهر تسعة يو سبتمبر طرد النص دوامات فنبدأ ننزل حلقات تحت المجهر إن شاء الله عندنا كذلك من المشاركات جوكوبس يقول يا هلو غلأ اليوم الصباح رح يصير أجمل يأطيك العافية طبعا حلقة الماضية نزلت الصبح استبشر فينا يعني يعطي العافية أحلى شيء أصلا طرح الدوام تسمع البودكاست عندنا كذلك من صديقنا شورا دائما يحط لنا إيموجي بس دعم لأنه يدري إذا زالت الكومنتات على الحلقة يساعدنا وهذا شيء نطلب منكم أعزائي المستمعين نشر البودكاست كثير ما تقدرون في اللايك والشير والسبسكرايب عندنا كذلك تعليق من أريغاتو يقول البودكاست مريح للأعصاب ومعلومات كثيرة وشيقة وممتعة أشكرك يا أريغاتو 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 عندنا كذلك صديقة البودكاست سورة حاطة لنا إيموجي تصفق أعطيها العافية بس ترى ما جاوبت حالي أي سؤالي أي سؤال سألتها أنا أغسط قرسيت شو سألتها سألتها في حلقة الصيف يعني ننتوطر إن شاء الله كذلك جاءنا مشاركة من محب أحمد خالد توفيق أعطيك العافية أو يعطيك العافية لأنه بعدين بيين في الكومنت فعندها تعليق أذكران أسألتها في الحلقة الماضية هي قالت إن خلصت روح الامبراطور ونهج الملوك بتبلش في إيلانترس فكنت أقول شرائج في الكتابات أو شرائق في الكتابات فكان الرد كالتالي يا هلو صباح الخير عليكم وعلى متابعينكم الكرام نقول عليك مسار خير أو نقول عليك مسار خير بالنسبة لنا إحنا يعني الحين بالنسبة لكتب براندن ساندرسون نهج الملوك بالعربي مقسمة لك كتابين بدأت كتاب واحد والفرق بين إيلانترس ونهج الملوك براندن ساندرسون في إيلانترس بدأ البداية الطبيعية لأي رواية بينما في نهج الملوك بدأ بحدثين تشد القارئ بعدها بدأ في الرواية الطبيعية عن نهج الملوك والحلو في سرد نهج الملوك التنقل بين الخطوط الشخصيات وبعدها التنقل في الخطوط الزمانية للشخصيات والحلو أيضا المقولات اللي حطها بداية كل فصل هذا من ناحية نهج الملوك لكن بالنسبة لي روح الامبراطور هي الأفضل مقارنة بين نهج الملوك وإيلانتس فروح الامبراطور هي الأفضل وشي طيب أنا بقراها عندي إياها هي الأفضل تقول لأنه دخل مباشرة في الحدث وبعدها اتبع خط سردي مميز وأنا حبه مرة وهو سرد الأيام خصوصا أنه من بداية الرواية حدد لنا الفترة الزمنية محددة والتنقل يكون بالأيام هذا الاسلوب بالنسبة لمحبة أحمد خالد التوفيق عاجبة وحمستني صراحة أني أقرأ الرواية بعد الحلقة إن شاء الله فيكمل أو تكمل في السرد في الكومنت اللي عاجبني وحاسة بالتطور اللي عاجبني وحاسة بالتطور والمختلف في كتابة براندن ساندرسون بين الروايات إيلانترس بين الروايات فإيلانترس كانت صعبة في بدايتها ومع الأسف الشخصيات الأساسية هي القوية فقط من ناحية الكتابة على عكس نهج الملوك وروح الامبراطور اللي كان فيها تنوع في الشخصيات وكل الشخصيات بها تفاصيل مميزة وفي حاجة ألقاها دايما في الروايات النخبوية أو الواقعية وناظرا ما ألقاها في الروايات الفانتازية ولكن لقيتها عند براندن ساندرسون اللي هو شنو مقدرت هي على معرفة الشخصية من ناحية الكلمة وحتى يوصلني إحساس صوت الشخصية فلو عندك شخصيتين بنات أعرف كلام الشخصية الأولى عن الشخصية الثانية من ناحية الكلمات بس فهذا شيء مميز في براندن ساندرسون وانعكاسه وانطباعاته في الشخصيات نفسها هذا من ناحية كتابات براندن أشكرك أو أشكرتش محب خالد أحمد توفيق حمسني زيادة على الحلقة أحمد الحمر يقول عجبني اسماعيل لما قال أهم شيء وانبيس أنا ناصي صراحة على شنو قلت والله ما أتذكر شكرا أحمد على المشاركة شكرا عندنا بدر يقول واصل نشكرك وبدعمك نواصل يا بدر عندنا كذلك مشاركة أو بدعمكم جميعا يونس يقول شكرا على الحلقة شكرا لك عبد الرحمن 23 يقول كاتب منغا الطبخ يكون الغزدة اللي هو فارمست المانغا اللي صالفت عنها لا أنا قاعد أقرأ بس كاتب منغا الطبخ اللي في فقرة التوصية أنا شويهم ما أعرف تقرأها كاتب منغا الطبخ اللي في فقرة التوصية هو نفسه كاتب منغا أنيمي أوي ايشية أوي ايشية أوه والله صدمة أنا لما قرأت التعليق تشيكت على الصورة ايه والله صح نفس نفس الرسم نفس الرسم صراحة عندنا كذلك سالم يقول حلقة جدا ومميزة وممتعة ويعطيكم الصحة والعافية وعافيك عندنا كذلك أنا أريد يقول هناك أنيمي موثيل للاهتمام هذا الموسم اسمه طويل ومقدر أحفظه باختصار الكومنت اللي اكتبه أنا أريد يقول الحلقة الأولى عندما يفترق البطل الأنيمي عن صديقه في طريق عودتهم من المدرسة شرح الكتاب اللي قاعد يشرح لي إياها قاعد يقول لي شن الأنيمي مالك اللي يديشون لعبة لأنه راح يعطيهم السؤال هل ترى هذه الصورة نعم أو لا ايه بالضبط بس اسمه مو طويل اسمها ترى لقد كاب الياباني وبالقليز ترى اسمه يمكن ثلاث كلمات ما أدري بس هذو فكل كان أنورد الكلام كومنت مالك عبارة عن شرح فالكومنت يقول أنا أرى الأنيمي مثير الاهتمام لكن طبعا الكومنتات في بعض الكلمات أخاف أنها تكون حرق يعني عندنا تعليق من الصايغ الصايغ كتب تعليق طويل يعطي العافية وطويل جدا الصايغ أبي أنا أخذ منك الإذن وسموحه أبي حاول أختصر الكومنت لأنه راح أقرأ كلمة كلمة صراحة راح نطول حيل حيل أول شي أشكرك على الكتابة صايغ وما قصرت بالبداية يقول مسي عليكم بالخير مسي عليكم بالنور يقول جرانديزر حلو زين لكن أفضل القديم بس راح أتابعه راح أكمل في المتابعة وتساؤلات بوخالد منطقية بس بسم الله نبدأ طبعا تساؤلات يعني الأنيمي يعني فبدأ يعلق على الأخبار تخيل حلقة أنيمي يكسبو قاد يعلق على كل الأخبار يطي العافية يطي العافية فأنا راح أخذ أقتبس منها بعض الاقتباسات قاتل الشياطين أنا مؤيد للفيلم للاستمتاع بالمشاهد الأسطورية أنيمي رأس العصفورة متحمس له اللي هو شنقرايلا فرونتير اي اي أنيمي رونو كنشن أنا ممتع عندك أخيرا بلو لوك الحماس مليون فيلم أوفر لورد متحمس له أتفق معاكم أن الموسم الصيف مخيب الأعمال ننتظر شهر عشرة وتقريركم عن شهر عشرة سولو رغم النيقاري المان هو بس هم تحمس أو التحريك كان حماس أنيمي سورد عفتول لاين اللي هو البنت اللي هو الوردية يقول شفتها بالغلط وما كنت أعرف أنها قصة جانبية وما شفت الأنيمي الأساسي أصلا الأنيمي منتع وحماس أكيد رح أشوفها رح يكمله يعني يا سلام الأنيمي الصيني لينك كليك اللي رح يطلع قصة عن شوحدة شخصية معينة قبل الأحداث الأنيمي عجيب ولو تسمع صيني أو ياباني تستمتع تستمتع يعني ما عندك مشكلة بالصوتين أنيمي بلو بوكس رح أتابعه بسبب شرحك بخالد شرحت شرح كان ممتاز والله يا عليم أحلى أنيمي رومانسي في شتاء 2024 أتوقع رح يكون الأنيمي أحب أحبثني صماء يوبيساكي تورين رين رين ما أدعنا صراحة يقول آخ يا فيروس أو فيير فورس عفوا فيروس يكون طولت علينا بس أخيرا في خبر ومتحمس له يعني بليش يا بليش متحمس جدا أحلى خبر من إسماعيل أن الإنتاج رح يكون أفضل ويستحق يقصد عني يعني أنامي صيدرانية أنامي حماس حماس جدا بس للأسف كاتبة مانقا بس ما علينا منها علينا ما علينا مدام مثل ما أنت قلت الرواية أنامي كائجو قنبلة الموسم السابق حماس مليون إذا نزل ريميك حق وانبيس يمكن أشوفه لا أشوفه إن شاء الله أنا أول داعم لازم أشوفه عن خبر الطوكي يقول يقول محبط جدا بس بسببك يا أبو خالد عطيتني أمل إن شاء الله متأمل يعني قصد في الموضوع أن عادة الأعمال لازم يكون لها تمهيد يشوفون هل في جمهور هل للحين للحين الجمهور لا علي طلب ولا لا بعدين عاد يشوفون من شرح اسماعيل شوقني عندك ذلك رح يشوف الموسم الثاني لأنيمي أنيمي غوغورينجر فكرة حلوة واتفق مع اسماعيل النبطي رح يشوف الموسم الثاني اللي هو اللي هو نسبة ورينجر نسبة ورينجر سيبا بضبط طبعا قاعد شوي يختصر من الكومنت اللي مع الصاي غير طويل الكومنت ما شاء الله فيلم بلولوك ما شفته في السينما مع الأسف أحي نجاوب على سؤالي كنت سألها أنيمي أنيمي الساموراي الحارب حلو ممتع علشانك مخالد رح أتابع أنيمي وستوريا سؤال هل في خبر عن أنيمي حديقة الظل أو شادو شادو هاوس توقع قزده ما دي حديقة الظل إذا قزده شادو هاوس إذا قزده ما دي إذا قزده آه حديقة الظل The Garden of Shadow اللي جزء الأول جزء الثاني في خبر واحد أنه بيصير له فيلم فيلم مكمل أوكي مكمل أحداث موسم الثاني فهذا آخر خبر خبر هذا تقريبا قبل ستة أو سبع شهور كان بس يعني ما لا خبر أنه رح يصير فيه رح يصير فيه له موسم بديد أو شيء جديد أعرفته إيه عرفته The Shadow Garden حتى له كلمة معينة يقول أهو نفسه ذا من ينسم عن شادو صح؟ إيه نفس اللي أسمي للألفز رح يزل فيلم اللي أذكر؟ ينزل له فيلم صحيح الفيلم هذا يكون مكمل الأحداث اللي أذكر أنا هنا ووصلنا إلى نهاية الكومنتات اللي عندنا وأحب أذكرك عزي المستمع أبي رأيك فيه فيه بداية أنميات الصيف يعني إيش رأيك فيهم اللي تابعتهم عجبوك بتكمل شن اللي كان متأمل فيه وأخيه بظنك وشن اللي كنت متوقع عادي وحسيت أن أفاق توقعاتك فيه تكملة حقكم أنت صحيحو زاد أرادت كتب عنا دقيقة نكمل أرغم أني وايد أقول ما أحب الميكة بس لاحظ أني أتابع نير أوتوماتا وكودغيس وغراندايزر استغرطت من نفسي الظاهر مو كل ميكة تستهنون فيه ولكم الشكر فالصائق يقول أنا ما أحب الميكة مع هذا قاعد أتابع ميكة وما استمت فتوني أستوعب الشيء هذا فيعطك العافية عجبوك المستمع والمشاهد إلى هذه الحلقة أو إلى هذا الدقيق من الاستماع سعدونا في نشر بودكاست أكثر وعطونا لايك وشير وكومنتات عطونا رأيكم في الحلقات يا تكالو عافية إسماعيل عافيك ونشوفكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة بإذن الله على خير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر